أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حلقة خاصة عن الدجال والإرهاب أيها الإخوة المؤمنون أيها الناس في كل مكان ممن لا يؤمن بالقرآن ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن يعلم أن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق ولم ينزل عليه شيء في الكتاب أو السنة إلا حصل كما قال عليه الصلاة والسلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول الدجال ما من أم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال وأنا أحذركم من الدجال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات الدجال وأحواله وأوضاعه ومما ذكره أنه يخرج على خلة بين الشام والعراق انتبهوا يا دولة العراق والشام الدجال يخرج على خلة بين العراق والشام وأول ما يدعي يدعي أنه رجلا صالح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية يعني يطلب من الناس أن يطيعوه طاعة مطلقة فمن أطاعه أطعمه وسقاه يعني يزعله يعيش في جنة أو في رخاء ومن عصاه أحرقه وها هو دجال القرن العشرين يحرقنا ويحرق بيوتنا بالبراميل الحارقة والقنابل الحارقة والمتفجرات الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن الدجال أن عينه طافئة وبين دعوته وبين أوضاعه وأنه يقال له المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض يطوف في كل الأرض ويدعو الناس إلى ما يريد أو إلى طاعته وهو يعذبهم أو يسيء إليهم إن لم يطيعوه تماما كما يفعل الدجالون في هذا القرن يقول الصحابة رضوان الله عليهم ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الدجال فخفض فيه ورفع يعني ما ترك فسطه وحتى ظنوا أنه سيخرج الآن أو ربما يخرج الآن قال حتى ظننا أنه في نخل المدينة فخرجنا نتلمسه نبحث عنه ثم عدنا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال وخفضت فيه ورفعت يعني بيّنت شيء كثير حتى ظنناه في نخل المدينة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم الدجال يعني فتنة الدجال سهلة وبسيطة كيف شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم الدجال فإن خرج وأنا بين أظهريكم فأنا حجيجه إذا ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم يؤمنون بالنبي ويصدقونه يقول لهم هذا الدجال فلا يطيعونه وإن خرج بعدي يعني بعد وفاتي بعد مئة سنة مئتين سنة خمسمائة سنة ألف سنة ألفين سنة وإن خرج بعدي فامرؤ مؤمن حجيج نفسه مرؤ مؤمن من هو الإنسان المؤمن الذي يؤمن بأن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق ويطيع الله ويطيع رسوله ويفهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لنا القرآن أوضاع الدجالين والكذابين وذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أوضاع الدجال فالمرء المؤمن يزداد إيمانا ويعرف أوصاف الدجال فيجتنوه ويطيع الله ولا يطيع الدجالين وعيد الحديث قال إن خرج بعدي الدجال وإن خرج بعدي فمرء مؤمن حجيج نفسه ولكن أخوف ما أخاف عليكم يعني أنا أشد خوفا عليكم من شيء آخر أخطرنا الدجال ولكني أخوف ما أخاف عليكم أئمة السوء فيكم الإمام في العرف الإسلامي الحاكم أئمة السوء فيكم يعني الحكام فهذا فيه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون حكام بدل الحاكم واحد المسلمين وبصريحة العبارة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء الحكام دجالون كذابون يكذبون على شعوبهم ويتحكمون فيهم ويبعدونهم عن الإسلام شيئا فشيئا أو بالقوة والإرهاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح فلذلك المؤمن الذي يؤمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ ما ذكر وما بين يستطيع أن يتحرر من الدجال ومن الدجالين الذين هم قبلهم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر له الدجال يسبقه دجالون الدجال يسبقه دجالون ونحن أيها الإخوة نعيش في عصر الدجل نعم عصر الدجل ما معنى الدجل؟ الدجل الكذب هو أشد أنواع الكذب والدجال الكذاب الذي يدعي أنه نبي أو يدعي أنه إله يعني يطلب الطاعة الإله المطاع يطلب الطاعة لنفسه يدعي ذلك وهو كذاب لا يستحق أن يطاع إنما الذي يطاع ويعبده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فهذا نوع من أنواع الدجل ونأخذ أوضاع الدجل أيها الإخوة نبدأ بوضعنا نحن في سوريا نحن لا أمرنا ولا قمنا ولكن الناس ما عادوا يتحملون الظلم والطغيان والتعذيب في أقبية الأمن والمخابرات لا لشيء إلا لأنهم اجتمعوا في مكان أو تحدثوا عن الله ورسوله أو إلى آخره فضاق الناس ذرعا عندما قبضوا على أطفال صغار رشوا على الحيطان أشياء لا يوافق عليها فرعون وتزعجه وتزعج ابن خالت الذي كان هناك حاكما فقام بمقام وعذب الأطفال تعذيبا ينكره كل إنسان ولكن فعلا وبغباء السلطة قامت تقتل وتضرب ويهدد أولياء الأولاد هذول بأنه عندما قالوا له أولادنا قال ما يكن يقول جيبوا نسوانكم ونحط لكم أولاد فيهم شوفوا الوقاحة والقزارة المهم ما نطيل عليكم هذا الشيء صار معروف ومكرر نصحوا بأن يهدئوا الأمور ويأخذ ابن خالته ويحطه في البيت شوي يقول له انسجنته ويرضيهم بشيء من المادة وكذا وسكتهم ولكنه كخط أبيه يظن أنه يقهر الناس بالإرهاب والقتل والتعذيب ليخضعوا له وزاد أن الناس عندما صاروا يفهمون الكذب ازداد إرهابه فقتل الكثير وضج الناس وثاروا في كل سوريا المؤمن منهم وغير المؤمن المتدين وغير المتدين ما عادوا يطيقون هذا ولم يبقى مع الدجال الكذاب إلا أصحاب المصالح الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويتسلطون عليهم أيها الإخوة الناس تخرج مظاهرات سلمية فيقتلونهم ويقولون هم إرهابيين قتلوهم هذا يعقل أن يقتلوا أنفسهم ونحن نرى بأعيننا الناس تخرج من المساجد وتقول الله أكبر والأمن يطلق عليهم النار في عيننا في عيننا شفنا في عيننا ما جاءتنا أخبار بالإزاعة والتلفزيون وهم يكذبون واسمعوا إلى الكذب أيها الأخوة إذا كان شخص معه موبايل يصور فيه ورآه الأمن يقتلونه فورا أو يقبضون عليه إذا كانوا همنا على الحق والصواب فلماذا يمنعون هذا الإنسان من التسجيل أيها الإخوة دعيت إلى الأمن العسكري لعند المدير زيارة من أجل خطبة خطبها ابني فذهبت أنا وابني لهناك أخرج لنا رئيس الأمن من الطاولة قلم قال انظر هذا خير قال هذا سلاح خطير لماذا في رصاص قال لا أخطر قال هذا يضعه في جيبه وهذه الخلزة الصغيرة تصور كل شيء وتخرج على الجزيرة مباشرة إذن أنتم كذابين يا كذاب هو يقر بأنهم كذابون هو يقولوا ما في شيء ما في مظاهرات ما في شيء حتى أنه بعد شهر من هذه الحادثة أو شهرين أو أشهر استدعيت إلى الأمن العسكري أيضا أنظر الكذب والدجن من الذي يدجن بطريقة سيئة راجع المساعد فلان المهم ما رجعت المساعد فلان رحت لعند رئيس الأمن العسكري قلت له هذا أتحداكم أن تدعوا بطمطران بل قس تقول له راجع الأمن العسكري المساعد فلان موعب عليكم ما أقول هذا تكبرا ولكن بدكم مني شيء افتحوا تليفونه وحدي يجيل عندي قال لا تأخذ مهم ماذا تريدون من هو المساعد فلان قالت فضل خذولا عند العقيد إبراهيم عقيد إبراهيم واحد علوي أنا ما أعرفه علوي بعدين أعرفت أو نصيري بالأحرام لأن أصل هؤلاء نصيرية نسبة لابن نصير الذي يستبيح المحرمات وهو من الفرق الشيعية الضالة التي نتجت عن ابن الصباح الذي كان يسمونه دولة حشاشين هذا هو أبن نصير ولكن فرنسا عندما استعمرت واستعبدت سوريا سمتهم علويين ليكونوا أقرب لأهل السنة حتى ما صير فجوة بينهم بين أهل السنة ولكنهم كفار فليعلم كل مسلم هذا وحقائق التاريخ موجودة ومكتوبة حتى أن الإمام بن تيمية رحمه الله يقول النصيريون أكبر من اليهود والنصارى أكبر من اليهود والنصارى هذا كلام علماء المسلمين فيه وعلماء التاريخ المهم أيها الإخوة أعطاني هذا النصير درس ساعتين ونصف وأنا جالس وهو يقوم ويقعد 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 محاضرة كذب كذب هذا الدجال فهل أستطيع أن أقول له أنك كذب لا من جملة ما يكذب أشياء أراها بعيني وبدأ يسويها غير صحيحة قام قال فضل أنظر هذه الأمارات قمت ونظرت الأمارات ماذا في الأمارات قال هناك في الجزيرة ساوون أشياء مثل هذه الأمارات ويجمعون حول الناس ويصورون ويقولون مظاهرات في سوريا لعن الله الكاذبين أنا في عيني أشوف مظاهرات أتطلع ورئيسه قبل أشهر قال شوف انظر هذه حتى قال رئيسه قال ضبطنا امرأة على عينها نظارة طلع في هذه النظارة عدسة تنقل كل شيء على الجزيرة مباشرة صوت وصورة من الكذاب اجعلني أصدق الكذب مثل ما قال صدق المجرم وكذبت عيني لا والله عيني أصدق هذا كذب يعني دجل أدركتم معنى الدجال والدجل نعم وسائل الإعلام كلها دجل إذا قالت هذا ما في مظاهرات يعني في مظاهرات لا يقتلون أن المتظاهرين كذابين يقتلون والعالم كله يعرف عندما جاءت اللجنة من لجنة العربية رسلوها لتحقق هل يقزف بالصواريخ أو بالمدافع الرشاشات جاءت اللجنة وبعيننا شفناهم على دمشق والإزاعات والتصوير أنهم يرونهم هذه الدبابة انظر تقزف وهذه المخبايي هنا وهذه الدبابة وهذه المدافع أثبت لهم الشعب واخذوهم بالزور إلى جماعة حلب ليرونهم أن الدولة والنظام يقتل ويقزف بالحمام طلع التقرير كاذب لأنه دجال ما في شي فعطاهم ضوءا أخضر كان ذكرت هذا من قبل وأعيده حتى يفهمه الناس ويسمعه العالم والعالم تعرف ذلك لأنه عندهم أقبار صناعية يعلمون أكثر مما نعلم كان يقتل في اليوم أربعين أو ثلاثين وسطيا صارقت المية وخمسين ومئتين أعطوهم ضوء أخضر مثل الآن بالكيميائي السحب الكيميائي خلاص ما بقى في شي ساوج نفس سياسي حل سياسي ليعطوهم ضوء أخضر صاروا يقزفون لنا بالقزائف الصاروخية والانشطارية والمحرمة وبالقنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة خربوا بيوت الناس فوق رؤوسهم ثم يقولون عنهم هؤلاء أرهابيون من هؤلاء أرهابيون؟ المسلمون ونساؤهم وأطفالهم يقتلونهم لأنهم يريدون أن ينتهوا من الأرهاب إخوتي الكرام أيها الناس في كل مكان هذا ما جرى معي في الأمن العسكري وليس مع غيره الله سبحانه وتعالى بيّن لنا العدو من الصديق وبيّن لنا من هو الإرهابي هو الذي يرهب الناس من الرهبة وهي الخوف يعني يخيف الناس بالتعذيب حتى الموت بالقتل بأساليب خبيثة يرهبهم يخوفهم حتى يخضعوا له ويذلوا هذا هو الإرهاب فهل نحن نريد أن تخضع الدولة لنا كأفراد لا هم يقتلون ويضربون ويعذبون حتى الناس تخضع لهم ولن تخضع بإذن الله ولو ماتوا جميعا وإن لم نستطع ولم يستطع الموجودون في العصر الحالي أن يقفهم أن يقفوهم عند حدهم وإن لم تظهر في البشرية إنسانية لأن البشرية الآن عديمة الإنسانية كدول حكومات حكومات متصهينة لا إنسانية فيها أبدا يرون الإجرام بأعينهم لا يسكتون عنه بل يجعلون له مبررات ليستمر عسى أن يخلصوا منه عسى أن يخلصوا من المسلمين يكفي أنهم سموهم إرهابيين المسلمون الذين أكثر شعوب من منطقة الشرق الأوسط مسلمون هؤلاء إرهابيون ويأتون بعميل من عندهم عسكري من جنودهم يقتل ويفعل الأفعيل والجرائم التي لم تأتي في الإنسانية لا قديما ولا حديثا هذا ليس إرهابي هذا يريد مصطحة الشعب ويخلصهم من الإرهاب لعنة الله على الإرهابيين اسمعوا إلى الدجل بالنسبة للأمم المتحدة التي تمثلها وتعمل باسمها مجلس يسمى مجلس الظلم عفوا مجلس الأمن كلمة الحق سبقات الحق يسمح باطل والباطل يسمح حق استعباد جديد ليس كمثل الذي كان في هيئة الأمم في اللي كان قبل هيئة المتحدة عصبة الأمم عصبة الأمم ألغوها لأنه ظهر منها الفساد والاستعباد فبدلوها بأسلوب استعبادي جديد يظهرون فيه أنهم منقذون وأنهم يمدون عملائهم حتى يعملوا ديمقراطية أي ديمقراطية ديمقراطية تخضع للغرب وتبتز الغرب والعالم الغربي يبتز أموالنا ويبتز بيترولنا ويبتز زهبنا ومعادننا في إفريقيا وفي كل مكان باسم أنه ينقذنا من الظلم ينقذ بناتنا يحررهم باسم التحرير يتسلطون علينا أليس هذا دجل وكذب هذا الدجل بعينه أليس هذا إرهاب يرهبوننا يكرهوننا على أن نطيعهم أليس هذا إرهاب نعم إرهاب يزعمون أنهم يردون الخير ويكذبون عندما هاجمت أمريكا ومن معها العراق ادعوا أنه عنده أسلحة الدمار الشامل أين أسلحة الدمار الشامل؟ تبين بعد ذلك أنه كذب لا يوجد أسلحة الدمار الشامل أبدا لا ولكن مخططهم وتخطوا مجلس الأمن مجلس الأمن موافق ما ردوا على أحد ودخلوا العراق وقاتلوا حتى أزالوا حكم أو كيان السنة وسلموا البلاد للشيعة ليكتمل ما بدأوه في شيعة إيران حتى يكون هناك نظام شيعي أو دين شيعي كافر من إيران إلى العراق إلى سوريا عن طريق هذا المسخ إلى حزب الشيطان في لبنان ليقسموا العالم الإسلامي قسمين وهذا يدافعون به عن إسرائيل من المسلمين الحقيقيين أهل السنة لأن أهل السنة إرهابيين أما هم الذين يقتلون ويعملون ما شاءوا ويفعلون كذا ويصممون ويخططون ما يريدون في بلادنا يجب علينا أن نخضع ونستسلم لا نحن نستسلم لله ونعرف الدجال والدجالين ونفهم ونقرأ أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ونعلمها للناس ولقد تعلموها وسيأتي زمان يخرج الناس من الباطل إلى دينهم لأنه ربما ساعد الظالم المسلمين على عودتهم إلى الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين على يد الرجل الفاجر الفاجر الذي يرون منه ومن دينه الكبتة والقهرة يعلمون أن منقزهم هو الخضوع إلى الله ولذلك تجد السوري يقول في مظاهراته وفي احتجاجات من غيرك يا الله الفلسطيني يقول من غيرك يا الله المصري يقول من غيرك يا الله نعم لأن العالم كله أصبح يقول عن المسلمين إرهابيين وعن المتسلطين الإرهابيين هؤلاء دولة لا ينبغي أن نتدخل في شؤونها بل المجرمون يساعدونها عندما يمنعوننا من شراء السلاح لندافع به عن أنفسنا ويظنون أننا الحمير لا نفهم لا الغبياء هم وسيرون أننا إذا لم نستطع أن ندافع عن أنفسنا أولادنا وأولاد أولادنا في كل العالم الإسلامي سيجتمعون ويكسرون رؤوسكم ويمنعون عنكم كل خير من بلادنا البلاد الإسلامية حتى تعودوا كما أنتم فقراء تستجدون ولا تجدون محروقات لطائراتكم نعم سيأتي هذا عملائكم الذين يساعدونكم لا يدرون أنهم وراءهم شعوب إن لم تتحرك هذه الشعوب فستتحركوا أبناؤها ليتحرروا من عملائكم ومنكم يا أيها الحكومات المتصحينة في أوروبا وفي أمريكا هذا غش تزعمون أنكم أصدقاء لنا وتصرحون بأن بشار سقطت شرعيته ثم تحلون الحل السياسي ما هو الحل السياسي أن تجدوا مجرما والعياذ بالله تعالى مثل هؤلاء المجرمين تولوه علينا فينفذ بخططاتكم بالإكراه أو بالدجل والكذب في عصر الدجل والكذب أيها الإخوة في كل مكان أيها المسلمون اسمعوا إلى نماذج من الدجل أنا ذكرت بعض النماذج في سوريا وبعض النماذج من الدجل العالمي بالنسبة لأمريكا التي تدجل وتكذب وتقول دخلت عراق من أجل الديمقراطية من أجل كذا وتسبت الشيعة ليتسلطوا على السنة بزعمها أنها تدافع عن إسرائيل وسترى إن كان إسرائيل تنفعها وآتي لكم بمثال آخر من منطقة إسلامية أخرى والمناطق الإسلامية كلها على هذا الحال المتسلطون يكذبون ويزعمون أنهم يعملون من أجل الشعوب اسمعوا إلى سعد الدين الهلالي رئيس الفقه رئيس قسم الفقه المقارن بالأزهر عندما يلقي محاضرة وأمامه السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية ماذا يقول هذا الدجال اسمعوا يقول إن الله بعث الله هكذا يقول هو ولكن الحقيقة الشيطان مو الله أو اليهود يقول إن الله بعث رسولين لأهل مصر السيسي الفتاح السيسي ومحمد إبراهيم ثم يشبه وزير الداخلية محمد إبراهيم بإبراهيم الخليل الرسولين السيسي ومحمد إبراهيم رسولين أرسلهم الله لأهل مصر مثل ما أرسل موسى وهاروب وإبراهيم يشابه النبي إبراهيم الخليل عليه السلام أخزاه الله إبراهيم من أهل الجنة وخليل الرحمن وهو هذا الثاني المسكور خليل الشيطان وهو يعلم ذلك ولكنه دجال كذب فهذا عصر الدجال يذجل ويظن أن المسلمين كلهم لا يفهمون مثل حكايتهم لا إن من غاية لا يفهم نحن نفهمه إنه يكذب على الله ورسوله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعده فهو يأتي برسولين ورسول واحد والقرآن يقول وخاتم النبيين آخرهم ما في بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول فهو أرسلنا رسولين وكمان في رسول آخر فرعون تاني رسول أمريكا إلى سوريا حتى يقتل المسلمين هؤلاء الرسول رسول الشيطان ومن ورائهم مصالح اليهود المفتي في مصر لماذا يفتي يقول لوزير الداخلية إبراهيم الخليل عفوا محمد إبراهيم اضرب في المليان من يضرب في المليان اليهود الذين يعتدون على المسلمين لا 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 اليهود دولي قدسين يضرب في المليان المسلمين الذين هم أكثرية شعب مصر يضربهم في المليان هذا مفتي وهذه فتوى نعم مفتي ولكن مفتي يهودي والفتوى فتوى يهودية لأنها لمصلحة اليهود أليس كذلك أليس هذا هو الواقع يهزم أنه مفتي أي مفتي على من يدجل ويكذب هذا عصر الدجل أيها الإخوة ولذلك قرأت كلمات أو أسطر لشخص فعلا هذا الشخص ملهم ويفهم الحقائق أنا عندما استلم النصيريون الحكم عن طريق العسكر وصالت الحركة التصحيحية يصحح مسار الخير إلى مسار الشيطان والاستعباد قلت هذه آخر ورقة يلعب فيها المستعبدون الغرب في سوريا لأنه أنجس من النصيرية ما فيه لا دين لهم ولا أخلاق ولا ذمة ويتظاهرون بالإسلام كان واحد من زعمائهم من أقارب حافظ الأسد ينزل في دمشق عند أخي اللي كان عميه كلية الشريعة يلا دكتور إبراهيم للحق الصلاة الجمعة وأنا أعلم أنه لا يصلي ولا يعرف الله ولكن لي يريد دكتور إبراهيم أنه يصلي هؤلاء أخطر من اليهودي اللي تعرفوا أنه عدوك لا يوجد ورقة أنجس منها ومشكلتنا الآن بعد أن كشفت الأوراق أن العالم الغربي المتصهين بحكوماته لا بشعوبه بشعوبه لسا في ناس عندهم إنسانية ولكن مستعبدين وسيتحررون بإذن الله العالم الغربي بحكوماته المتصهينة الذي أصبحت خاضعة لليهود لو أرادوا أن يزيلوا هذا الحاكم من سوريا لأزالوه يوم واحد أو أقل من يوم ولكنهم لم يجدوا البتيل اسمعوا ما يقول هذا الشخص أمريكا وروسيا طبعا متفقتان على الخط الذي يجري الآن ويتشاوران مثل ترويض الفيل واحد بضرب وواحد بخلص حتى يروضوا الفيل ويركبوا عليه اثنين تعلمون ترويض الفيل يحفرون له حفرة وهذا الحيوان يعني جسمه سقيل وإيدي بالنسبة لجسمه ما بترتفع كثيرا فبيعلق في هذه الحفرة فيأتي واحد ويضربه ضربة مبرحا ما بستطيع يخرج ثم يأتي واحد آخر ويبعد هذا عنه ويخلصه يقررون العملية مرات ومرات ومرات حتى يأنس هذا الحيوان ويظن أن هذا الذي يخلصه هو يحبه مصلحته الاخرين فيأنس به خرجه وبركب عليه وبركب معه هذاك ونحن يعملون بنا هذا روسيا وأمريكا واحد يضرب والفيتو والثاني يقول من نطالع كذا ومن ناخد كذا ومن نساوي حسلم ومن نساوي حوار حمار مثل الحوار المحاورة والمجاورة مع اليهود في فلسطين يصلى كذا سنين ولن تنتهي وملأوا الضفة وأخذوا كذا تعريبا كل فلسطين ولسا عبتحاور وبدوا نشريك لعن الله هؤلاء الشركاء ومن وراءهم من الأغبية يقول هذا الشخص أمريكا وروسيا في حيرة من أمرهم وفي موقف لا يحسدون عليه ولم يستطيعوا خلال ثلاث سنوات أن يجدوا بديلا لهذا النظام المتكامل بالنسبة لهم فهو يعني هذا النظام الموجود في سوريا يحمي حدود إسرائيل المدللة طبعا الذين يساعدونهم هم من المتصهينون الذين يخضعون لما تخططه إسرائيل يحمي حدود إسرائيل المدللة ثانيا يمنع قيام دولة ديمقراطية على حدود إسرائيل إذا كان في دولة ديمقراطية ما يستطيعوا يتفاهمهم مع كل مجلس النيابي لا أما لما بيحطوا حاكم عسكري أو عميل لهم متسلط ديكتاتور تفاهموا معه ساوا حالا ضده ساوا تمثيليات سبوا بسبوا وينفذون ما يريدون يمنع قيام دولة ديمقراطية على حدود إسرائيل ويساهم بتهجير العقول السورية الشابة والواعدة العقول التي تفهم الواعي هجرها كما هجرنا نحن من أموالنا ومن أولادنا ويمنع أي تحالف عربي عربي ما ممكن يتفق العرب على شيء لأنه كل واحد من العرب إنه معلم واحد مع المو في إنجلترا واحد مع المو أمريكا واحد مع المو روسيا وساهم أيضا معهم في الحرب على الإرهاب هذا النظام يزعم أنه يساهم الحرب على الإرهاب من الإرهاب؟ المسلمون ها؟ المسلمون الإرهاب في مصر أكثر الشعب مسلم ويخرج مظاهرات سلمية مثل ما كنا نخرج في سوريا عم شوف بعيننا ونحن نعلم المعلم واحد اللي عم يشتغله في سوريا واللي الآن سووا الانقلاب في مصر يخرجون مظاهرات سلمية يقتلونها ويقولون عنه أنتم مرهابيين أنتم تقتلون أنتم تسببتوا بالقتل لأنه أنتم ببسط تفتح وتمكن أليس هذا الدجال الأهم من ذلك أنه لا يطالب بمساعدات ولا أسلحة إلا بما يعطونه من المساعدات والأسلحة التي يقتل بها شعبه كما يعطى الأسلحة للفلسطينيين بالقدر الذي يقتلون بها شعوبهم في الضفة الغربية وفي غيرها وكما يعطى لنا في سوريا من الأسلحة من قبل روسيا بالاتفاق مع أمريكا من تستفيد من سمن الأسلحة ويقتلوننا بها فإذن الخط واحد ولو أنهم يقول الكاتب ولو أنهم وجدوا البديل لتغير الوضع في سوريا قبل أذان الفجر وهذا صحيح هذا صحيح نعم ولكن لن يجدوا البديل لأنهم لن يجدوا أنجس من هؤلاء الناس ماذا نعمل قد يقول قائل طيب أنت تتكلم ما هو العمال لماذا تنصحنا أولا الرجوع إلى الله والتوبة توبة النصوحة كما يقول الشعب الفطريون في كل مكان من غيرك يا الله من غيرك يا الله بس تترجع إلى الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب ثانيا إذا رجعنا إلى الله ما معنى رجعنا إلى الله نقول يا الله بس مثل بعض الناس نقول روحك إلى الله والنبي وهو يخالف الله والنبي ويعتدي على الناس ويأكل أمواله هل نروحك إلى الله والنبي رجع إلى الله بشكل صحيح أطيع الله ورسوله إذا رجعنا إلى الله توحد الهدف وكان هذا هدفنا جميعا مرضات الله تبارك وتعالى وأطعنا ربا واحدا ورسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من ربه لا ننحرف عنه عن طاعته إلى طاعة الجبارين والمفسدين في الأرض كالأسد والزئب والنمر وإلى آخره لا نطيع يعني رسول الغرب ولا رسول الشرق نطيع الله وحده لا شريك له لا السيسي ولا فيسي نطيع الله وحده لا شريك له إن عدنا إلى الله ولم نطع مفتي اليهود الذي يقول ادروا المليان ينصرنا الله تبارك وتعالى أيضا إن عدنا إلى الله ينبغي أن نخلص لله تبارك وتعالى خاصة فصائلنا المقاتلة التي تزعم أنها تدافع عن الشعب وعن الرواح وعن الأموال وعن العراض هؤلاء عليهم أن يتوحدوا ليكونوا صفا واحدا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيانا مرصوص إذن ينبغي للفرقاء المقاتلون المجاهدون أن يكونوا صفا واحدا يقاتلون في سبيل الله ليس لهم أهداف أخرى ويكونون تحت قيادة واحدة وينتظمون بخط واحد وتنظيما واحد وترتيبا واحد ليضعوا الخطة للتخلص من هذا الطغيان الذي تسلط عليناه رابعا أن تتوجه الشعوب الإسلامية في كل الأرض إلى الله بإخلاص وتدعوه على هؤلاء الظلمة هؤلاء الإرهابيون والله يعلم من هم الإرهابيون واللغة تدن من هم الإرهابيون ليس المسلمون إنما الذين يتسلطون على المسلمين إن كانوا من الشرق أو كانوا من الغرب لذلك ليقل جميع شعوب الأرض اللهم يا عزيز ويا غفار ويا جبار دمر الإرهابيين الذين يرقون علينا الحمم والمتفجرات والقنابة العنقودية هؤلاء هم الإرهابيون إذا توقفوا صالحة كل شيء اتهت القضية ولكن أعداؤنا في الشرق أو في الغرب لا يريدون أن يتوقفوا بل يمدونهم الشيطان يأزهم أز شيطان الإنس فلندعو عليهم جميعا ولكن قبل أن ندعو ننبه إخواننا في كل مكان من المسلمين قبل أن تبدأوا بالدعاء تخلصوا من المظالم تخلصوا من أكل الحرام توبوا إلى الله توبة النصوحة إن كان لأحد حق عليكم فاطلبوا منه السماح ثم اطلبوا الغفران من الله ثم ادعوا الله يستجيبوا لكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل وذكر الرجل يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كيف يستجيب له الله وهو يخالف أمر الله ويأكل مال بالحرام فارجعوا أيها الشعوب الإسلامية إلى الله ثم ادعوا ربكم ادعوا ربكم على هؤلاء الطغاة الذين اطعوا علينا واستعبدونا وهؤلاء الإرهابيون الذين أرهبونا حتى نخضع لهم ونترك طاعة الله ادعوا عليهم فسيستجيب الله لكم وسيدمرهم بإذنه سبحانه وتعالى خمسة يجب على المسلمين في سوريا أن يقاتلوا داعش حتى يستأصلوهم لماذا؟ أولا لأن هؤلاء لا يوجد شيء اسمه الدولة الإسلامية في الشام والعراق في الشرع الإسلامي أبدا فأولا يكذابون دجالون مثل مسجد الضرار الذي هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية تقوم على مسلمين بعد أن نتحرر من هذا الطاغي ونأخذ حريتنا نحن نتشاور ونطيع الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا حتى نكون عبيدا لله ونتحرر من العبودية المخلوق أما أنهم يأتوننا من الخلف كما تصنع اليهود في غزوة الأحزاب جاءوا للمسلمين من خلفهم فقتلوا النساء وقتلوا الرجال وقتلوا الإعلاميين كل الناس صار يعرفوا ما بقى فيه صار مكشوف ثم يدعون أن الجيش الحر والذي بدأهم بالقتال من اللي دخل إلى الأمناطق المحررة وقاتل وسرق وأخذ الأسلحة الجيش الحر ولا أنتم من الجيش الحر إذن داعش سبت قطعا أنهم ليسوا من المسلمين ثم ناحية إسلامية هامة إذا كنتم مسلمون تفقهون عندما نولي أميرا ونبايعه في الإسلام يختاره أهل الحل والعقد يعني العلماء يعلمون أن هذا صالح لأن يكون إماما للمسلمين هذا البغدادي ولا من الإشجة العراقي ولا ما بعرف إشدينه من هو أهو عراقي أم صهيوني أم إيراني من هو أحد يعرفه فهذه البيعة غير صحيحة ومن يقاتل خلفه فيقتل أو يقتل فإلى جهنم يكون معه لأنه أشبه بمن يقاتل تحت راية عمية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية عمية يعني ما معروفه أمير بس ما معروف من قاتل تحت راية عمية يدعو عصبة يعني جماعة فمات فميتته جاهلية يعني إلى جهنم وبئس المصير فاعلموا هذا من كان مخشوشا في هؤلاء الجماعة ويسير وراءهم فليحذر أن يموت على الكفر ويدخل جهنم نحن نبهنا ومن لم يقوم مخشوشا فلينتظر أن يكون معهم في جهنم والعياذ بالله تعالى ولذلك أيها الإخوة قتال هؤلاء الذين سمون أنفسهم داعش مهم جدا على أن لا تتركوا الجبهة الأساسية مع جبهة الأسد نتحرر من هؤلاء ومن هؤلاء بتنظيم وباتفاق وباتحاد بإذن الله ينصركم الله تبارك وتعالى على الظالمين أيضا مقاطعة روسيا وإيران أن أقترحوا هذا باسم الدين على كل مسلم على وجه الأرض أن يحارب روسيا وإيران اقتصاديا فلا يشتري منها شيئا لا أقول هذا للحكام الحكام لهم أساليبهم وسياستهم ما أن فيهم ولكن أخاطروا الشعوب المسلمة لا يجوز لمسلمين أن يشتري الآن أي شيء من روسيا أو من إيران حتى تنفعهم إسرائيل ليضحكوا علينا ويدافعوا عننا أما بقية الناس الذين يزعمون أنهم معنا وضد الظلم وهم كاذبون سيأتيهم الدور في المستقبل ربما تأتي شبابنا أو أولادنا أو أولاد أولادنا فتمنع عنهم أي شيء ينتعش فيه اقتصادهم أو تسير فيه سياراتهم وسيرون هذا لأن بطش ربك لشديد كما قال سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد اللي كان أوتاد يعزب زوجة فرعون لأنها آمنت بموسى وفرعون ذي الأوتاد الذين اتقوا في البلاد فأكثر فيها الفساد أي بلاد بلاد مصر فقط فصب عليهم ربك صوت عذاب اللهم يا حي يا قيوم هؤلاء الطغاة الأرهبيون صبوا علينا صوت عذاب من طائراتنا التي اشتريناها بأموالنا اللهم يا حي يا قيوم صب عليهم صوت عذاب إن ربك ومن عذابكم في الدنيا أنكم تموتون على الكفر وتحترق قلوبكم وتزهق أنفسكم سيقتل أبنائكم وتتدمر أموالكم ثم يأتي ملك الموت فيقبض أرواحكم إن كنتم لا تؤمنون بالآخرة ما في بأس يكفي خسارتكم من الدنيا التي لم تستفيدوا منها بشيء ومن زين له الشيطان أنه أصبح رئيسا أو زعيما أو رئيس بخابرات أو رئيس أمن يقتل ويفعل ويجلب هذه ويعمل بكذا من ظن أنه كذلك سيأتيه ملك الموت ويذهب وحيدا فريدا إلى جهنم وبإسا المصير إن كان سيستفيدنا السابق من الأبه والعظم لا كل شيء يسجله لك التاريخ ما يقولوا الناس غير مسلمين لعنهم التاريخ نعم فهذا حافظ الأسد الذي قضى ومات وأيام أبهته وحكمه الكامل العسكري ما أحد يستجر يفتح تقنوا أخذوا الناس بالقوة وصلوا عليه هل صلى عليه بالقوة تدخلوا الجنة أعني شيء ما لا إذا كان لا يمنون لا بجنة ولا بنار ولكن في الدنيا ماذا حصل الآن أيها الإخوة الصغار الذين عاشوا في عهد حافظ أسد وكبروا والكبار الذين شاخوا أصبحوا يلعنون حافظ أسد صباحا مساء ونكتوا سيرته وأعماله في حما وتدميره للناس وظهر فساده وكما قال تعالى ويلعنهم اللاعنون فبدأوا يلعنونه هذا الذي استفاده وأيضا خليفته سيكون مثله وأنجس منه سينال أسوأ منه إن كان يدري فتلك مصيبة وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم ولكن سيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذا كلامي لمن لا يؤمن بالآخرة سوف يرى في الدنيا وترى الناس سوءه وجرمه ونذالته ويلعنونه كما قال تعالى ويلعنهم اللاعنون تنتبهوا أيها الناس كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها المؤمنون يقول لكم الله في الآية التالية لتبلون في أموالكم وأنفسكم كما ابتلينا نحن خربوا بيوتنا وقالوا عنا أرهابيين وهم الأرهابيون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أيها الناس في كل مكان لا يصلح العالم اليوم إلا هذا الدين الحق إذا عاد الناس إليه وإن كانوا لا إمنونه كنظام أخلاقي دين الله الكامل إذا عادوا إليه عاش الناس في سلام وأخذوا ما يريدون نحن المسلمون نتبادل مع الكفار لا بأس علينا أن نعاملهم بمعاملة إنصاف إذا هم لم يؤذوننا في الدين ولم يقتلوننا ويخرجوننا من ديارنا لا يستطيع العالم أن يعيش مع بعضه أسره متحابة متإثباد للمنافع وينتعشون جميعا أما أن يقتلوننا ويولوا علينا أشخاصا عملاء يسلقوننا ثم يزعمون أنهم إنسانيون لا إنسانية عندهم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس خطاب للناس جميعا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا دول وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا يعني تتعاون فإذا كان عشت بسلام وتعاونت بسلام ومتصلت الظلم وقهر سيلا الدماء سال الدماء في القرن الواحد وعشرين في كل العالم ما سالت مثلها وفي البلاد الإسلامية بشكل خاص يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من كان إنساني يطيع الله ويتحرر على العبودين المخلوق ويحرر الناس من الخضوع والتسلط والظلم فهذا هو التقي الذي يكون مكرما عند الله أما غير ذلك فسيرى في الدنيا حياة الضنك والمعيشة الشديدة ومن أعرض عن ذكري يعني عن القرآن فإن له معيشة الضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك أتتك آياتنا آيات القرآن فنسيتها أعرضت عنها لم تفهمها لم تقرأها لم تعمل بها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أين ينسى في جهنم وبئس المصير فمن يؤمن أو لا يؤمن ليستعد للآخرة إن أراد حتى لو كان لا يؤمن بالآخرة ما يضره أن يترك الفساد والدمار والتسلط ليكون إنسانا ما ضره أن يرجع إلى الإنسانية الحمد لله رب العالمين ألا هل بلغت اللهم فشهد أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبدالله سلقين ترجمة نانسي قنقر